اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة للبناء على ما تحقق نحو مزيد من التنمية والازدهار والتقدم لصالح شعبها الكريم كما اثنى جلالة الملك المفدى على ما تم تحقيقه في البحرين من نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان بفضل تضافر أبنائها جميعا وما حققته المرأة البحرينية من إنجازات وإسهامات في عملية التطوير وصنع القرار وجهودها في مجال المشاركة السياسية ووصولها لرئاسة وعضوية مجلس النواب وتقلدها أعلى المراتب والمناصب الرفيعة محليا وإقليميا وعالميا وقد أعرب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على هذا اللقاء الذي أكد حرص جلالته على دعم المسيرة البرلمانية في مملكة البحرين مشيدا بجهود مملكة البحرين في منظومة حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وتحقيق المساواة بين الجنسين بالإضافة إلى الخطوات السباقة التي قامت بها في تطوير العدالة الإصلاحية كما أشاد معالي السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بما حققته مملكة البحرين من إنجازات رائدة ومتميزة في مختلف المجالات الديمقراطية والحقوقية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه والتي حققت الكثير من الإنجازات الحقوقية في تعزيز قيم ومبادئ السلام والتعايش والتسامح ودعم التعددية والحوار وفق منظومة ثقافية أصيلة ومتميزة